انا هنا بقى بختلف مع الكاتب في حتة لان جامعة مدرس الخطة ليهم خط واضح هو راجل بقول لك ده ما عندهمش خط ده هو حسن البن نتكلم عن تكوين الجماعة وبعد كده جم مناظرين زي سيد السابق والقردوي والغزالي المناظرين دول هما اللي عملوا للجماعة خط فالجماعة قبل الخط انا مختلف مع الكاتب الجماعة ليها خط واضح جدا وانا شفته هو اجندة الممول واجهة الاستخبارات المعادية اللي بتشغلهم قبجني تجدني ده خط الجماعة صدقوني ده خط قبجني تجدني قبضني شغلني ضد الدولة دي ضد الدولة العربية واسلامية عشترش ضد الغربة يقدروش يا راجل عايب عليك ولا ضد امريكا وده يفسر منين ممكن تلاقي ايمان عزام بيبوس ايدي القردوي زي ما هو ريكو الاستاذ روماني بيبوس ايدي اهو وبيوصفوا انه الامام والعلامة والاديب والمفكر ده وصف ايمان هما رغم ان القردوي نفسه اقر في كتبه ان سيد قد بتفكيري وشط الفكر يعني كتب القردوي فيها اعتراف وعبارات بتقول فيها ان سيد قد بتكفيري ايمان عزام بيبوس ايدي القردوي وبيحب سيد قد في نفس الوقت زي ما عرضت لحضراتكم يقوم باعادة ترميز سيد قد على حساباته بالصفة شبه مستمر على السوشيال ميديا لتأكيد الافكار التكفيرية ففي اقول قواعدهم ما انت لما تعطي تكتب عن سيد قد بكل شوية العيال اللي معراش يراله فالتكفير يشربه لا سيام الشباب اللي بيستخدموهم في عمليات الاغتيال والتصفية زي ما وضحت في الحلقة اللي فاتت هم عيال صغيرة في سنوي وفي نقطة تانية بيوضحها الكاتب احمد راسم وبيقول ان ما قاله سيد قد بلا يخرج عن ما قاله حسن البنة بل يتطابق معه في رؤيته للمجتمع الكافر والجاهلي والمرتد صحيح ان حسن البنة لم يدعو الى ذلك صراحة ولكنها اعتبر ان اتباعهم اصحاب محمد وحملة القرآن ورافع لواء الدين في رباع العالمين والعقل الجديد الذي يميز بين الحق والباطل والسر في التغريدة دي ومن السر الفقرة اللي فاتت دي اللي هو فهم حسن البنة اتباعه انه هم النور والهداية والكل حاجة تغريدة الايمن عزام برضو هو تأولهم للحديث الشريف اللي بيقول من مات وليس في عنقه باعة مات ميتة جاهلية شوف ايمن عزام كتب كده ايمن يقصد باعة مين بقى باعة المرشد لاني لما سألته قال لي انا مبايع انا مبايع مين بايع المرشد فانا اتمنى من الازهر الشريف من فضلكم وضحونا حقيقة شرعية باعة المرشد الاخوان لانهما الناس فكرين على جاهلية لاني مش مبايع المرشد بتاعه فمفروض الازهر يوضح لي هل هذه البيعة شرعية ولا مش شرعية اخشى يا ايها السادة علماء الازهر ان في اطفال زي قصة محمد علي اللي حقيت عنه الحلقة اللي فاتت بيستخدموا في حوادث ارهاب واغتيالات وقتل تحت عنوان باعة المرشد لاننا من وجهة نظر اللي وصل فيهم لاعلامي في حجم ايمن عزام على جاهليتنا الاولى هي دي وجهة نظرهم زي ما فاهمه مدرس الخط فاحنا اهل الجاهلية يقتلونا واستبيحوا اعرضنا فاهمهم البنة وسيدقب كده وبيوضح الكاتب احمد راسم خط مهم جدا مين اللي ممكن يكون جند مدرس الخط في البداية وعمل الواصلة الحلقة اللي بينه وبين الانجليز اللي حالهم يغيز والماسونية العالمية اللي اديته زي ما حكينا وبنحكي كتير 500 جنيه بيشير الكاتب الى محب الدين الخطيب ورشيد رضا دول ممكن لازم ندور مين اللي عرف العيل حسن البن اللي جاي محمودية بالاجهزة العالمية اللي المخابرات الانجليزية اللي اديته 500 جنيه ايام ما كان اللي بيزلم في 3 جنيه بيعمل فيلم سلفني 3 جنيه ويفضح الدنيا فدول 500 جنيه فبيقول الكاتب لم تتوقف علاقة رشيد رضا وتلميزه محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح الذي عامل حسن البنة مندوبا لها بأسياده الانجليز بعد رحيل سيده كرومر حيث كشف الدكتور محمد عبد الرحمن في كتابه عن حقيقة المهمة التي كلف بها محب الدين الخطيب ومعلمه في الجاسوسية رشيد رضا والتي تمثلت في حس الزعماء العرب على الانضمام لبريطانيا في حربها ضد الأصمانيين وهم نفسهم دول الانجليز اللي حلوا جماعات تشريعية بس قبل ما ارجع تاني لجماعات تشريعية عايز اوضح دي لان في حلقة سابقة قلتلكم ان فيه خلايا مخابراتية بيرقاسها لورانس العرب الشهير فليني ومجموعة من عملاء الأجهزة للمخابراتية البريطانية هي نتيجة اجتماعها وعلى دراسات عملتها الجماعات البريطانية حول أسباب ضياع الحضارة الإسلامية ايه العيوب اللي خلت حضارتنا تتراجع هذا التراجع خدت العيوب دي واسست عليها جماعة الإخوان عشان تفضل الفرقة نفضل متنحرين مع بعض نفضل مختلفين حتى في الأحداث اللي بتمر بيها المنطقة اللي مفروض تؤحدنا وتتبع مصاري الخلاف على السوشيال ميديا والفتنة تلاقي هم الإخوان البنة طب مين اللي عرف العيل ده بالإنجليز هنا الكتب بيقولك ان محبي دين الخطيب ورشيد الرضا كانوا عملوا مجلة اسمها الفتح حسن البنة لما خلص المدرسة اشتغل مندوب للمجلة دي فبيرجح ودور في كتب ودراسات كبيرة أثبتت علاقتهم بالإنجليز وكانوا بيشتغلوا صالح الإنجليز أثناء الحرب العظمة حرب العالمية الأولى تروح يقنعوا الأمراء العرب حربوا في صف الإنجليز ضد الدورة العثمانية فبيرجح الكاتب ان هم دول اللي جندوا حسن البنة لصالح الإنجليز عشان كده دعينوا يكون في اسماعيلية حيث المخابرات الإنجليزية والإنجليزي اللي بقول سعد باشا زغلول اللي انتخب سعد باشا زغلول من الشعب المصري ووكيلة لها فكان سعد باشا زغلول أهم شخصية منتخبة في مصر لحظة اندلاع الحرب العالمية الأولى أما أسباب ترشحه ترشح سعد باشا للجمعية فوضعها الكاتب الكبير عباس العقاد في كتابه اللي كتبه بمشاعر الصديق وحياد وحرفية المؤرخ حيث نقل العقاد نقل حديثا بين سعد باشا زغلول وبين الشيخ المنفلوطي اللي قال قال الشيخ المنفلوطي فيما أذكر لسعد يوما من أيام جهاده في الجمعية التشرعية ما الذي تستفيده من إجهاد نفسك في شؤون قل ما تنال فيها الأغلبية في الجمعية فأجابه سعد زغلول جواب الرجل الذي يعرف أين هو من عمله ويعرف السلاح الذي يشحذه في نضاله قائلا سواء لدي نجحت أم لم أنجح فإني لا أخطب في الجمعية التشرعية وحدها بل في الأمة جميعها ولو خاطب الحاضر وحده بل أخاطب المستقبل أيضا وللأمانة إحنا ظلمنا نفسنا كتير لما سمحنا لما نسفق الدم الحرام في البرلمان المصري باغتيال دول لترئيس الوزراء أحمد باشا ماهر ظلمنا نفسنا لما خلي دول يبقوا أعضاء في البرلمان البرلمان اللي ناضل من أجله على طريق تحرير مصر من الاستعمار رموز وطنية أمثال سعد باشا زغلول والنحاس باشا نوراش باشا وغيرهم ظلمنا نفسنا لما سمحنا لإخوان البنة والتمويل في يوم من الأيام إن هما يبقوا نواب في البرلمان أكتر من 30 سنة سعب إنهم يبقوا نواب في البرلمان كأننا سمحنا للاستعمار القديم إن يحط رجله في البرلمان المصري وكانت النتيجة إن هما طمعوا بعد كده في الاتحادية وتغش فيهم ملايين أنا كنت منهم لكن الله بالغ أمره وستعيش مصر حرة مستقلة الإرادة وشعرنا دايما تحية مصر